موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجز للأخبار من يمن شباب قال الرئيس عبدرب منصور هادي إنه بحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي أنهم لن يسمحوا للحوثيين أن يهددوا التجارة المرة من خلال هذا الممر الملاحي الدولي وهو ما يعد انتهاكا لحرية التجارة الدولية فضلا عن موضوعات أخرى إقليمية ودولية من جهته قال الرئيس المصري إن مصر تجدد رفضها بشكل قاطع تحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية وأضاف نرفض أن يتحول اليمن إلى منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية وأشار إلى أن أمن واستقرار اليمن أهمية قصوى لأمن واستقرار المنطقة بأكملها ونرحب بجهود المبعوث الأممي لاستئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات الأساسية انطلق في العاصمة السعودية رياض مؤتمر مرجعيات الحل السياسي في اليمن نظمته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخالجي بحضور سفراء الدول التسعة عشر والبعثات الدبلوماسية في المملكة وقال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر في كلمته إن المرجعيات تمثل مرتكزا للحل السياسي في اليمن وتمنع من الانزلاق نحو المجهول وتوقف الطموحات الإيرانية في المنطقة وأضاف أنه من الصعب العودة إلى نقطة الصفر مطالبا في الوقت ذاته بسرعة الإفراج عن المعتقلين وانسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح وحصره على الدولة من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخالجي عبداللطيف الزياني إن ميليشيا الحوث الإنقلابية في اليمن مارست أسوأ أنواع الانتهاكات بحق الشعب اليمني وطالب الزياني المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 22-16 الصادر تحت البند السابع نجا قائد اللواء الرابع عمالق العميد نزار الوجيه من محاولة اغتيال بالعاصمة المؤقتة عدن وقالت مصادر محلية إن عبوة لاسقة زرعها مجهولونة في سيارة العميد الوجيه وانفجرت أمام منزله الكائن في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان قطعت قوات الجيش الوطني طريقة امداد لميليشيا الحوث الإنقلابية إلى مركز مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على طريق اللاوية العام الذي يربط مركز مديرية الدريهمي بكيلو 16 مدخل مدينة الحديدة بعد الدفع بقوات كبيرة من ألوية العمالقة لاقتحام شرق المدينة وتمكنت قوات الجيش من تحرير وتمشيط قراء الجربة والشجن والوادي القريب من قرية الحائط حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في مديرية حيران بمحافظة حجة وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش سيطرت على ما تبقى من المزارع والقرى التابعة لمديرية حيران وباتت القوات على مقربة من استعادة السيطرة على مركز المديرية صد الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوث الانقلابية في جبهة الصلو خدير جنوب محافظة تعز وقال مصدر عسكري في اللواء 35 مدرع إن قوات الجيش صدت هجوما شنته الميليشيات من اتجاه قرية القرافة المحاذية لسائلة موقع بدمنة خدير مكبدة الميليشيا عددا من القتلى والجرحى في صفوفها نفذت أمهات المخفيين قصرا بالسجون السرية التابعة لدولة الإمارات بالعاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين أمام منزل نائر رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن المخفيين قصرا ورفعت الأمهات لافتات عليها شعارات تحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها عن مصير المخفيين قصرا والمعتقلين تعسفا وطالبت الأمهات وزير الداخلية بالكشف عن مصير المخفيين قصرا وإحالتهم للمحاكمة ومبدين استغرابهم من تلقئ الوزير الميسري عن وعوده لأمهات المخفيين بالكشف عن أبنائهن بعد استلامه ملفات بأسمائهم نهاية الموجز إلى اللقاء